بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ شاء الله طيبين اليوم جايبت لكم حلة ياخذ العقل يجنن وبرغم من كذا شكله مرة فهم لكن مرة سهل مقاديره عادة تم توفره في كل بيت يعني إذا ما في حليب طازج هذا السايل ممكن حليب بودرة ندوبه بالموية ونعمله وسميد وشوي السكر وخلص خلصت القصة وصاخن والجبنة تمط من جوه يعني بصراحة مرة مرة حلو ما ياخذ وقت عبدا ما ياخذ وقت بقسمات اللي هو الخبز المجفف وسميد وسكر ومكسرات اللي يحب عاد على ذوقكم أنا حمصت قليت لوز وسنوبر وشوية فستق الفستق طبعا ما نقلي الفستق ما ينقلي نحط كذا لأنه لما ينقلي كثير الفستق يروح طعمه ما يصير في طعم فستق والجبنة لازم تكون مزرلة أي نوع جبنة مزرلة سواء أنتو تبشرونها ولا مبشورة جاهزة والشيرة هي فيها سكر لكن نحط شوية شيرة تحتاج لأن السكر حطينا قليل بس اللي يحب زيادة لأنه تعرفون الحلويات حلوة تكون مضبوط السكر حقها ما تكون ماسخة ما تطلع حلوة وهذا هي بصراحة مرة سهل والواحد يشتهي شيء حلو وسريع المقدار والله مو كبير بس يعني ممكن ينقس من الصين اللي يحب يعمل صينية نص هذي بايركس نص المقدار تعملونه ما يجرى الشيء هذا هي ما شاء الله تبارك الرحمن يعني لذيذة جدا جدا تنفع للفطور حفلات الفطور تحلية بعد العشاء عصرونية يعني بالمرة صراحة لذيذة وأخاف من الكنافة أخاف من الكنافة يعني ما فيها جسم كثير ولا شيء الحين حنشوف المقادير كلها مع بعض المقادير سبع كواب حليب فرش طازج سايل كوب ونص ثميد كوب سكر كوبين بقصمات اللي هو خوب زيابس مجفف كيسين جبنة موزرلة يعني 500 جرام جبنة موزرلة مبشورة لوز وصنوبر وفستق شوية مستكة شوية بانيلا وربع كوب ميزهر ملعقتين لينا زبدة للشيرة ملعقة عصير ليمون كوب ونص سكر وكوب موية طبعا الشيرة ما رح نستخدمها كلها أكيد يعني هنستخدم منها شوية باقي نخلي على جنب متى ما احتاجنا يقعد للطبخات ثانية أول شي نبتدي نعمل الشيرة عشان تبرد نخلط نولع النار نخليهم لما يغلون تمام أول شي نقلبهم على البارد لما تغلي الشيرة أبدا ما نقلبها أبدا حتى إذا حطينا الليمون أو حطينا الفانيلا أو ما نقلبها خلاص تتسكر بعدين هنا بدت تغلي أحط لها يعني ملعقة ممليانة عصير ليمون نخليها تغلي خمس دقايق سبع دقايق لما نحس أنها تغري شوي بس نحط لها الفانيلا ونحط لها ملعقة ما يزهر إذا اللي ما يحب ما يزهر ما يورد إذا موجود أو بس فانيلا تكفي ما في مشكلة هذا الفانيلا الحين أكبر حجم بايركس ندهنه بملعقتين زبدة زبدة لينا مو سايحة عشان يلصق البقسمات ندهن الجوانب وندهن القاع بعدين نحاول أنه كله يكون نفس السمك الزبدة لو في شيء زايد نشيله بعدين بس المهم ندهنها تمام عشان تقرمش طبقة البقسمات بعدين نصير مقرمش تتحمص نرش البقسمات أنا قلت لكم كوبين يمكن ما نستخدم كل الكوبين نرش كمية كبيرة هنا لما صير طبقة سميكة بعدين نحرك الصينية على يمين ويسار نحاول كذا نهزها نديرها شايفين نديرها عشان كل البقسمات يجي على الجوانب شايفين على الجوانب كل الجوانب تتلبس بالبقسمات الجوانب الأربعة صارت عندي الحين الصينية جاهزة نخليها على جنب الشيرة إذا خلصت نحاول تبرد نبردها نحط الحليب في قدر نحط له السميد ونحط له السكر كلهم مع بعض قلنا سبع أكواب حليب كوب ونص سميد وكوب سكر نقلبهم على النار لما يسمك يعني مو يسمك أول شي يبتدون كده يسخنون يبتدون يسخنون شوية عشان نحط لهم المستك عشان المستك تدوب مع الحرارة شايفين دسة ما سمك بس صخن شوي نحط المستك إذا ما في مستك ما في مشكلة مو ضروري أحيانا والله ندقها المستك مع سكر بس اليوم ما دقيتها ما في مشكلة هي حدوب مع الحرارة وتعطي طعم بعدين نحط الفانيلا إذا الفانيلا بودرا معلش نحطها من قبل بس إذا الفانيلا سائلة لا نخليها آخر شي نفضل نقلب لما يسمك القوام نقلب نقلب لما يعني هي ترطول شوية معلش ما في مشكلة الحين بعد ما تسمك نحط لها مائة الورد أو مائة الزهر أو بدون خلاص البانيلا تكفي نصب نصف الخليط في الصينية بعدين نصب نرش الجبنة المزرلة طبقة متساوية عريحة على الوجه يعني نحاول نحاول تكون الجبنة كلها يعني كل في نفس السمك في كل الاتجاهات بعدين نرجع للي في القدر لو سمك شوي حسنا سمك الخليط نزيد شوية حليب سايل شوي نص كوب ربع كوب عشان نصير ساهل للصب بس لو شفنا سايل خلاص ما يحتاج أنا والله صبيت عليه شوي حليب سمك حسيته نصبه فوق الجبنة يغطيها تمام ما في أسهل منه هالحال هذا هو نرش الحين باقي البقص ماط على الوجه طبقة يغطي الوجه ندخل هالفرن حوالي نص ساعة تحمل من تحت وبعدين يحمل الوجه ونطلع ها شايفين نرش بالتساوي البقصمات هذا هي في الفرن يعني نص ساعة كذا أقل شوي بس نشوف حمرات نطلع نرش اللوز والسنوبر والفستق ونحط الشيرة جنب هاللي يحب يحط زيادة ألف عافية ربي لا تنسون اللايك وشير سبسكرايب هذا الحلاء إدمان مرة لذيذ وفحم في منتهى البساطة ترجمة نانسي قنقر